حساب بروك مركبات ردود الأفعال كيف نحسب الرياكشن من خلال تطبيق معادلات الاتزام طبعاً يعني كمعلومة أو إيش أهمية أنه نحسب ردود الأفعال هو بلزمني أنا في التحليل والتصميم للمنشآت يعني إحنا الخطوة الأولى بنحسب فيها الرياكشن بعد هيك بنقدر نحسب القوى الداخلية اللي جاية على هذه الكاميرات عشان نقدر نصممها عشان نقدر نصمم أنها تقدر تتحمل القوى اللي جاية عليها واللي حنشوفه في الوحدات القادمة كيف نحسب القوى الداخلية فهي خطوة أساسية لبداية التحليل الإنشائي طيب فيه هنا بعض قبل ما نبدأ أو نحكي كيف فيه بعض الملاحظات أو يعني الشغلات النقاط الإرشادية اللي بتساعدني في الحال واللي بتخليني أستخدمها بشكل نستخدم المعادلات هذه بشكل صحيح أول حاجة بيقول لي أنه ترتيب المعادلات ليس مهما وعادة يمكن تبسيطها كنوع من التبسيط أن أستخدم المعادلة هذه اللي هي أربعة ثلاثة أو أربعة خمسة بعدين أربعة أربعة اللي هي نبدأ بمجموع القوى في اتجاه الـ X يساوي صفر بعدين مجموع العزوم يساوي صفر بعدين نجيب مجموع القوى في اتجاه الـ Y يعني نبدأ في الـ X بعدين العزوم بعدين في اتجاه الـ Y يستحسن كتابة معادلة العزوم حول ركيزة يوجد بها أكبر عدد من المجهيل وذلك لتيسير الحل بمعنى أنا لو كان عندي هنا هنج سبورت وهنا عندي رولر هنا عندي رد الفعل اتجاهين اتجاه الـ Y والـ X هنا في اتجاه الـ Y فقط فأنا الأفضل أخذ مجموع اللي هو العزوم عند النقطة اللي بيكون فيها أكتر إشي عدد مجهيل عشان هذه المجهيل بيكون العزوم إلها حول النقطة هذي بتساوي صفر طيب من أجل الحساب المباشر للمركبات ردود الأفعال ممكن أنه أستبدل هذه المعادلات بـ 3 معادلات للعزوم يعني أخذ مجموع العزوم حولها 3 نقطة مختلفة يعني مرة هن عند النقطة A عند النقطة B عند النقطة C وبالتالي وليست على استقامة واحدة وبالتالي بتقدر أنت تجيب هذه المجهيل كلها وحنشوفها يعني خلال المثال توضح أكتر بالنسبة لردود الأفعال أنا ممكن أفرضها بأي اتجاه يعني أنا مش عارف مثلا هل رد الفعل حيكون في هذا الاتجاه ولا في الاتجاه المعاكس يعني ممكن أنت من خلال القوة تعرف أنه والله كيف اتجاهه أو إذا معرفتش أنت أفرضه في أي اتجاه افرضه في اتجاه الموجب وإذا طلع عندك في الجواب لما تحسبه إذا طلع عندك بالسالب معناته أنت بدك تعكس الاتجاه وإذا طلع عندك بالموجب معناته أنت الفرض اللي فرضته صحيح يعني الاتجاه يكون صحيح طيب بالنسبة لو كان عندي حمل مائل هذا الحمل المائل أنا ممكن أعوض عنه بالمركبات الأفقية والرأس يعني حلله في الـ X وفي الـ Y وهذا حيكون أسهل في التعامل مع القوة كمان ممكن أن تكون مركبة من مركبات ودود الأفعال تساوي صفر تحت حالة معينة من التحميل العادي ما فيش مشكلة من المستحسن دائما تدقيق الحل ويكون ذلك باستخدام معادلات التوازن التي لم تستخدم في الحل وهذا يعني تبين برضو معنا في الأمثلة طبعا يعني بيقول لي انتبه للوحدات واتجاهات القوة هادي كلها هادي شغلات بتساعدنا في الحل وما تخلنيش أطلق بضع نشوف مع بعض هذا المثال بيقول لي بيّن وأرسم وحسب مركبات ردود الأفعال للكاميرا المبينة في الشكل طيب بداية بدي أحدد أنا إيش نوع الساب بورد الموجودة عندي هنا طبعا في عندي قوة مائلة وهانا في عندي قوة رأسية وفي عندي هنا هنج ساب بورد وهانا في عندي رولر طبعا رولر مفهوم هذا بيكون عندي المركبة في اتجاه الواي بما أن القوة كلها لأسفل أكيد المركبة في اتجاه الواي هتكون لأعلى وهذا يعني بديهيا هتكون هذي رد الفعل لأعلى وهانا المركبة هتكون أيضا لأعلى طيب المركبة اللي في الاتجاه الـ X هل هتكون في اتجاه الـ X الموجب ولا في الاتجاه الـ X السالب طبعا عشان أعرف بدا تطلع أشوف وين القوة هذا يعني من خلال كتر حل التمرين لحالك هتعرفوا الاتجاه ولو معرفتوش عادي أنا بفرض في هذا الاتجاه الموجب وإذا طلع بالسالب بعكس الاتجاه وخلاص لكن أنا خلينا نتخيل مع بعض هذي قوة رأسية يعني ملاش في الأفق هذي هي القوة المائلة هي اللي إلها في اتجاه الـ X فالمركبة تبعتها هتكون بهذا الاتجاه يبقى أكيد أكيد المفروض أن المركبة الـ X هتكون في هذا الاتجاه عشان تتوازن يعني هذي إذا طلعت هيك قيمتها عشرة أكيد هذي هتلاق قيمتها عشرة الاتجاه المعاكس خلينا نشوف مع بعض قبل بدنا نشوف هل يمكن إيش نوع هذه الكاميرا والله في عندي هنا ثلاث مجاهيل وفي عندي ثلاث معادلات اتزان فبالتالي هذه الكاميرا محددة استاتيكيا وأيضا مستقرة ويمكن تطبيق عليها معادلات الاتزان طبعا قبل ما أطبق معادلات الاتزان خليني القوة هذه المائلة زي ما حكينا أني أحللها في اتجاه الواي في اتجاه الاكس هتصير عندي مية كوزين التلاتين ومية صاين التلاتين زي ما هو هنا هاي الافتنين اكس وافتنين واي وهنا بي واي هنا اي واي وهنا اي اكس فرضناها في اتجاه الاكس الموجب أنا بتوقع أنها هتطلع معايا بالسالب لأنه اتجاهها هيكون عكس معايا بالشكل هذا حسبنا المركبة الافقية مية كوزين التلاتين والمركبة الرأسية والتنين في محور مهم جدا أعرف في محور اكس أو محور واي السالب تمام يعني هنا أو أني أفهم أنها هذه هتكون لتحت ما في مشكلة بدايتا خلينا زي ما حكينا أطبق معادلات إذا نبدأ في الاكس مجموع قوة اكس تساوي صفر اي اكس زائد اف اتنين اكس اللي هي ستة وتمانين تساوي صفر إذا اي اكس طلعت سالب ستة وتمانين هذه معناها ايش قيمة السالب يعبر عن الاتجاه فقط فالاتجاه الحقيقي هيكون في هذا الاتجاه الاتجاه طيب بعدين قلنا بنجيب محصلة العزوم حول نقطة معينة بتساوي صفر ايحنا قلنا خود عند لو أخدنا حول الا مش مشكلة ولو أخدنا عند البي مش مشكلة أيضا هيظل عندي مجهول واحد لأنه الاكس هتكون صفر خلينا ناخدها عند الا بيضل عندي المجهول فقط بي فبقى يطلع قيمته وطبعا فرض انه معها قارب الساعة موجب فأكيد حيكون عندي ايه الخمسة وتمانين بالموجب هادي المركبة الاكس هده هتكون صفر اف اتنين واي بالموجب في الش اللي بي واي هتكون ايش بالسالب فمجموع العزوم اللي هو قيمة الخمسة وتمانين مضروبة في اتنين وهنا عندي الخمسين مضروبة في الخمسة اللي هي الاف اتنين واي والبي واي ناقص بي واي في سبعة متر بطلع عندي بساوي سفر بنحل المعادلة بالنسبة لواي وبتطلع عندي قيمتها ستين كيلو نيوتن بالموجب يعني الافتراض اللي انا فرطته صحيح اخر خطوة باروح بجيب مجموع العزوم في اتجاه الواي ما زال جبت البي واي نقدر نجيب منها الاي وبالتالي مجموع العزوم بساوي صفر الاي والبي واي بساوي او عقما في اتجاه الواي الموجب بعدين ناقص خمسة وتمانين لاسفل ناقص خمسين لاسفل ساوي صفر والبي واي انا تو جبتها ستين وبالتالي بعوض عنها تطلع عندي خمسة وسبعين كيلو نيوتن هيك جبت الاي والبي واي والا اكس فزاوي فزاوي زي ما هو مكتوب لها رد الفعل العمودي اي واي في الدعامة اي هو خمسة وسبعين موجب وهو يعني انه تجاه الا طب التدقيق هنا يعني عشان اتأكد لو حسبنا العزوم عند النقطة بي لو طلع عندي صفر معناته صحيح او حسبت العزوم مثلا هان او هان عند اي نقطة لازم يطلع عنده صفر بالتالي بيكون حلة صحيح او حسب عندي البي حسب الاي الاي مع عقار بالساعة في سبعة الخمسة وثمانين باسفل عكس عقار بالساعة بالسالب في خمسة والأف في اتنين واي في الاتنين برضو بالسالب لانها عكس عقار بالساعة طبعا القوة اللي في تجاه الاكس بتعطي صفر لانها تمر في النقطة بي فبيطلع عندي الجواب صفر بالتالي الحل صحيح المثال الثاني معطيني كاميرا وهذه الكاميرا عليها حمل موزع زي ما هو موضح هادي عشر دبليو هادي عشرين كيلو نيوتن لكل متر طولي بداية اول حاجة نحدد ايش نوع الركائز هادي هنج يعني فيه اكس وفيه مركبة اي اكس واي وهادي بي رولر معناته في بي واي عندي ثلاث مجهيل ثلاث معادلات اذا نحسب قيمة الردود الافعال ما فيش مشكلة وهي محددة استاتيكيا ومستقر ايضا اول خطوة اني انا عشان اجيب اللي هو قيم الردود الافعال اني انا اجيب الحمل الموزع هذا اني انا اركز واخليه حمل مركز هذا الجزئية هيكون في المنتصف هان اقول 10 في 5 بيطلع 50 وهان 20 في 42 وبيأثر وين في المنتصف فبالتالي هاي الاف 51 والاف 22 هاي 50 وهاي 40 وطبعا هاي قيمة الاي والا اكس وهاي البي واي الاعلى طبعا واضح انه اكس ما فيش اي قوة في اتجاه الاكس فبالتالي اكيد هتطلع صفر فمجموع القوة في اتجاه الاكس وساوي سفر اذن الاكس هتطلع عندي قيمتها سفر طيب الخطوة الثانية انا اجيب العزوم عندي النقطة ا او عندي النقطة بي فبالتالي هتطلع عندي 50 بالموجة بضرب 2.5 ناقص البي واي في الخمسة زائد 40 في المسافة هذه 6 اللي هي الاربعين في 6 تمام وبالتالي بنحسب قيمة البي واي بنقولها على الجهة الاخرى بتطلع عندي في النهاية 73 كيلو نيوتن لأعلى وبعدها بنروح بنعمل summation of y 0 73 بالموجة بتطرح منها 50 وبتطرح منها 40 فطلعت عندي ايش قيمتها ال a y او هو حقها نحسب يعني ممكن نعمل summation of y او اني انا اجيب قيمة اللي هو ال a y من خلال اللي هو العزوم اخدها عند النقطة b ما فيش مشكلة فبالتالي حسب عندي ال a y في 5 مع قرب الساعة ناقص ال f 1 في 2.5 هي 50 زائد ال f 2 في 1 متر النسافة انها مع قرب الساعة وحسب طلعت عندي ال a y قيمتها 17 كيلو نيوتن هنا عمل التدقيق بالعكس يعني جاب اللي هو summation f y يعني احنا ممكن نحل هيك او هيك بأي طريقة انه a y زائد by ناقص f y ناقص f 2 بيطلع لازم يطلع مجموعهم صفر ال a y اللي هو 17 و ال by كان 73 و f 1 و f 52 و 40 يعني لأسفل لأسفل فأنا بإمكاني أعمل أني أحسب العزوم مرتين في نقطتين مختلفتين بغنيك عن المعادلة التابعة أو أنك أنت خلص بدل هذا تروح تحسب مجموع f y ساوي 0 هي هي يعني هتقول أنه a y بدأ تساوي سالب 50 وسالب 40 وال by هتكون اللي هو 73 فبالتالي بتطلع عندك نفس القيمة اللي هي 17 وبذلك بنكون إحنا جبنا قيم ردود الأفعال و اتحققنا وتأكدنا من أنه الحل صح ممكن أنا أتأكد بزيادة أحط أخد قيم العزوم عند النقطة هذه مثلا أو عند النقطة c لازم يكون مجموع محصلة العزوم بساوي 0 لضمان حدوث التوازن طيب الآن توازن ثلاث الأبعاد الفكرة إنه إحنا قبل كنا نحكي في مستوى يعني في اتجاهين فقط x y طيب لو كان في الفراغ يعني في عندك x y و z فالآن حيطلع عندي بدل الثلاث معادلات الاتزان حيطلع عندي ست معادلات للاتزان سميشن fx ساوي 0 سميشن f y سميشن f z في الاتجاه الثالث أيضا تساوي 0 والعزوم حيكون ثلاث عزوم أو ثلاث اتجاهات للعزوم مجموع العزوم في تجاه x في تجاه y في تجاه z وساوي 0 وبالتالي صار عندي ست معادلات للتوازن يعني هذه فقط للعلم احنا هنركز ان شاء الله على اللي هو التوازن في مستوى ثنائي الابعاد